والمنتخب الفرنسي ذكر نهاية الشوطة بتقدم الأرجنتين هدفين مقابل سفر مع بداية الشوطة الثانية دقيقة 47 نعود للوصف والتعليق على هذه المباراة مع السيدة ترابلس عودة من جديد لمجرية الشوطة الثانية في الحقيقة منتخب الأرجنتين نعمل كل شي في شوطة المباراة الأول أحسم أسبقية بزوز أهداف مش تخليه يجاري كما يكون الشوطة الثانية وخليني نقول لكم يعني بمبدأ كورة القدم بمبدأ السلام بمبدأ يعني نهائي كأس عالم مانيش نحكي على مباراة عادية صعب جدا عودة منتخب فرنسا في ظل يعني التركيز الكبير اللي قاعد نشاهد فيه والتعامل الجيد بالنسبة لمنتخب الأرجنتين بقيادة مدربو اسكالوني في هذه المباراة نذكر بتشكيلة الزوز منتخبات بالنسبة للأرجنتين دون تغييرات مارتينيز مولينا روميرو أوتامندي تغليا فيكو هذا بالنسبة لمحور الدفاع نلقاو دي ماريه دي بول فرنانديز مك أليستير ميسي وألفاريز هذه كتيبة الأرجنتين في المقابل مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان كان قام بيزوز تغييرات في الشوط الأول خروج كل من عثمين ديمبيلي وأوليفي جيرو وإقحام تيرام وكلو مواني مع بقية اللاعبين وغولوريس في حراس المرمى كثناء المحور الذي في عفاران وأوبا ميكانو عالمين كوندي عليسار هيرنانديز الأرجنتيني رغم الأسبقية لا يهدأ له بالكورة دي بول في أحذان نوغولوريس في هذا الشوط الأثاني إيرنانديز لا ما يمرش يلعب مع جريزمان واحد اثنين ترجع لويرنانديز محاولة لمرور البحث على مبابي لكن كورة في وسط الميدان جريزمان يغير عالمين مقطوعة سهلة في دينا الحارس مارتينيز نعود نذكر بطاقم التحكيم البولندي المتكون من حكم الساحة سيمون المساعد الأول هو والمساعد الثاني والمساعد الثاني والمساعد الثاني والثالثي اللي كانوا أداروا مقابلات كأس العالم روسيا 2018 وكأس أوروبا 2016 حكم المباراة دولي منذ 2012 وزفر حاليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأكيد تشريف بإدارة المباراة الدور النهائي بين منتخب فرنسا والمنتخب الأرجنتي هذه الفرصة والتزديد بتاع دي بول منذ قليل كانت سهلة في أحذان أغولوريس اللي يصبح هو قائد فريق أو قائد منتخب الفرنسي في إذا الشوطل الثاني ترجع على الكورة بتماثل المتخب الأرجنتيني مولينا يبحث على ألفاريس في الحقيقة سونائي وسط الميدان عملوا شغل كبير اليوم نحكي على فرنانديز الـ 24 ودي بول رقم 7 في الإمدادات وكذلك مجهود أليستير على الجهة اليسرى دي ماريا وكذلك ميسي وألفاريس يعني كتيبة كأفضل ما يكون بالنسبة لمنتخب الأرجنتين من أجل تحقيق جيل ما بعد مارادونا صحة العبارة والحلم الأرجنتيني المتواصل منذ وفاة زعيم كرة القدم دياغو أرماندو مارادونا اللي عمل ثورة في الأرجنتين ودائما مانا جدا المقارنات في رقم 10 خليني يقول شنوى فمه في العملية الأخيرة في الأخيرة الحكم يقول ركنية لسلحة المتخبة الفرنسي في الحقيقة يعني بعض العناصر من متخبة فرنسا موش في أفضل حياتهم سعود فاران وشاوميني مع الكرة اللي ثابتة وكذلك كولوم واني وتيرام أكيد الأسلحة القادمة من الخلف بالنسبة المتخبة الفرنسي في الكرة اللي ثابتة جريزمان سهلة في دين الحارس مارتينيز يعني حارس من العيار الثقيل قدم مونديال محترم ومحترم جدا وكان يعني رسم وثبت مكانه كأساسي في تشكيلة المنتخب التنغو تمريرها من جديد يعني بشتعودها يا ديماري مع ميسي تعود الكرة الأرجنتينية لكن ممتاز إرنانديس في التغطية يقطع الكرة تتجاوز الخط النهي تخرج تميس لصالح المنتخب الأرجنتيني التاكلينغ من لعب 22 إرنانديس في العملية الأخيرة لكن ما يتفديش الركنيق بلاذا بدولي ثم مخالف أعلن عليها الحكم في العملية الأخيرة والعودة إلى تنفيذ التميس بالفعل التميس لصالح المنتخب الأرجنتيني ذهير الأيسر أو الأيمن مولينا يلعب التميس واحد اثنين ترجع له مولينا يعمل كرة بدون عنوان تصطدم في إرنانديس وتخرج ركنية ركنية لصالح المنتخب الأرجنتيني يعني تكتيك ذكي وقوي وقوي جدا من جانب المنتخب الأرجنتين يعرف أنه بيش يخلي اللعب بيش يخلي المساحات بيش يخلي الفرصة المنتخب فرنسي بيش يرجع في المباراة مش ممكن مش معقول حتى هو ربح 2 بلاش يلعب في الهجوم وقعد يقتل المقابلة ويربح في الدقائق يعني منتخب أرجنتيني من أفضل مفامة من ناحية تكتيكية رغم أسبقية شوت 2 بلاش فإنه الأرجنتين ما زالت في الهجوم ولا زالت ومنتخب فرنسا يكتفي بالدور الدفاعي ننتظر الركنية قد تأتي بالله جديد على يسار اللحارس لوريس اللتنفيذ من ليونيل لماسي تنفيذ تعود من غريزمان بالرأس بالرأس أخاف الأضرار يحط الكرة في التماس لصالح المنتخب الأرجنتيني كانت في القائمة الأول مقوسة بحث عن المباغة ليونيل ميسي لكن كان متواجد غريزمان بالرأس أخاف الأضرار يحط الكرة في التماس يستهلك معها بعض الثواني منتخب الأرجنتين يخلي الكرة ميسي للظهير الأيمن مولينا يصعد لتنفيذ التماس في توقيت 54 دقيقة لعب مزل تنتيج 2 مقابل سفر للأرجنتين على حساب فرنس عبدالله نرف هولين هذين سالات المغرب حسب توقيت مدينة القيروان وما جاورا ثم نرجع للبلتون الحياة فهم الحياة فهم ظهرة الحياة